الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعفو وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أسمعا دعيهم وإذن الضوب عليهم ولا الضالبين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ضرنا واسمعوا وإذ كافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ويالكشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العقيم ما ننسخ من آية أو من سهالة بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لولك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ومن يتبدل الكفر من الإيمان فقد ضل سواء السبيل وانت جذير من أهل الكتاب لو يبدونكم من بعد إيمانكم مفارا حسناً من عين لأنفس إن بعد ما تبيّن لهم الحق فاعفوا الصحو حتى يكتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآب السكاة وما تقدّنوا لأنفسكم من خير فجلوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان أولاً أو نصاراً تلك أباديهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو مسل فلو أجوه عند رب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تغاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنتهم ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة لله فإن أحشرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله عاضل المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العطاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 أكبر